كندوسي بكرة هيبقى مؤثر جدا مع سلاميك روبترا قدام الاهلي في ظل الظروف والأحوال اللي حصلت الامل اللي فاتت دي؟ طبعا لو الظروف دي هتأثر هتأثر بالإجابة على كندوسي ممكن هو نازل عايز يزبط نفسه عايز يبين اننا لأ لعيب كويس جدا اه المشكلة اللي حصلت كلها كانت برى الملعب والمشكلة الأخيرة بسببها عرضه نادي الاهلي للبيع لكنه هو يبقى واحد من أهم اللعيبة اللي كانت موجودة الموسم الماضي مع نادي سلاميك وأداءه الموسم الماضي تسبب في تجديد الأعارة من جديد في الموسم 2024-2025 لعيب رقميا الموسم اللي فاته على مستوى التهديف سجل ثمان أهداف على مستوى صناعة اللعب صناعة ست أهداف ده في بطولة الدوري بس فمشارك في 14 هدف في فرقة ولسه راح لها في أول موسم أعتقد رقم أو أرقام مميزة بصراحة لأحمد كندوسي لو بسطت الأهداف حتى قدام مبارياته قدام النادي الأهلي يا كريم في المطشم بتوع الدوري الموسم الماضي مباراة الدوري الأول اللي انتهت اتنين واحد هو اللي يسجل في المرمى النادي الأهلي والعيب بيبدأ دايما وهو العيب مميز بصراحة في الحتة الفينيش اللي دايما حتى في المنطقة اللي بيخش فيها من ناحية اليمين ويبدأ أنه يستخدم رجل الشمال في عمق الملعب بيأديها بشكل جيد فعنده تنوع في الشغل الهجومي سواء بالتسديد أو أنه هو كمان في عملية صناعة اللعب والتكملة داخل منطقة الجزاء أشوف واحد من أخطر الأوراق اللي ممكن يكونها نادي الأهلي في مباراة اليوم قدام سيراميكا كليوباترا واحدة جزء برضو تكلم عنه من شوية خليفة على صديق جولة وعملية صناعة الفارق داخل فرقة بيرمز بالإمكانياته نفس الكلام بيتم على أحمد كندوسي اللي بشوفه واحد من العناصر اللي هتكون مؤسسة مع النادي الأهلي عملية التسديد دايما أول هتواجه مشكلة كبيرة مع النادي الأهلي لأن دي المشكلة اللي كانت متواجدة حتى في مرات الزمانيك الأخيرة في عملية قلة الضغط اللي كانت موجودة عند السلسل وسط صباق مروان عطية أو أكرم أو إمام ممكن يستغلها كندوسي في المساحة اللي موجودة قدام منطقة الجزاء في التسديد على المرمى والنادي الأهلي اتقرص منه مرتين الهدفين اللي دخلوا في مرمى نادي الأهلي في المطشين قدام سيراميكا كليوباترا أحمد كندوسي هو اللي سجلهم بالمشكلة اللي حصلت مع النادي الأهلي والأزمة الأخيرة أعتقد يكون متحفز بشكل كبير هو التسديد عنده قوي جدا يا خريفة عملية استغلال قدم اليسرى بيقوم بيها بشكل جيد فيمكن دي المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجه النادي الأهلي مع بالعناصر الجديدة والانتدابات الجديدة اللي قام بيها في رئة سيراميكا مع وجود مهاجم قوي زي جون إبوكا أعتقد دي ممكن أخطر الأوراق اللي ممكن النادي الأهلي واجهها بكرة في مرات السيميفاين موسيقى